السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل ظلمته والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة والحكيم الخبير الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل ملائكة رسلا أولي أجناحة مثنى وثلاثة أرباع يزيد في الخلق ما يشاء وإن الله على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وإنشهد أن السيد الأولين والآخرين وسيد ولد آدم أجمعين وسيد من مضى ومن بقي هو نبينا المصطفى محمد عليه من الله أفضل الصلاة وأسكر تسليم وأرضى لهم على عشرة المبشرين أبي بكر وعمر وثمان وعلي وطرحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن وأبي عبيدة وأهل بادر والحذائبية والشجرة وسائل الصحب أجمعين وارحم العلماء والتبعين والصالحين أتبعين بإحسان اليوم الدين رحمنا معم برحمتك أرحم رحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مرحبا بكم جميعا وطبط مطاب مجلسكم بحمد الله نبدأ شارحينا حديث المصطفى والصالحين فإن المصطفى صلوا عليه بطيبة حديثية تمسكون وأعلام النبوة خافقات لها في الخافقات محدثون ويكفي مسلما علم البخاري يرد به اعتقاد الفاسدين وما في العسقلان من كلام وقاه الله شرى الحاسدين سوى حفظ فشى شرقا وغربا وأعلى ذكره في الحافظين به العلماء دلوا واستدلوا على طرق الهدى مستبصرين فمن أدب إذا تليت عليهم أحديث النبوة يسمعون فهم في الحشر لا خوف عليهم ولا في القيامة يحزنونه حديث اليوم بعنوان ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد عن أبي هريرة أخرج البخاري بسنده في صحيحه إلى أبي هريرة رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالا يرفعه الله عز وجل بها درجات وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من صخط الله تعالى يلا يلقي لها بالا يهو بها في جهنم أخرجه البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده نحن لا نحتاج إلى أن نقول أحمد في مسنده لكن من باب زيارة التخريك فيه طبعا ناس كثير أخرجوا هذا الحديث لكن عندنا طالما صحة في البخاري لا نحتاج لثقوية لكن من باب يعني ذكر العلماء الصالحين الذين اكتهدوا في إخراجه منهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى وإن كان المسند فيه الصحيح والحسن وبعض العلماء فيه قال فيه ممكن يكون فيه ضعيف وإن كان الإمام السوطي رحمه الله انتصر للمسند وقال ليس فيه ضعيف الضعيف الذي فيه يقرب من الحسن أما الموضوع لا وإن كان ابن الجوزي قال فيه موضوع لكن رد عليه الحافظ شيخ الإسلام العسقلاني رحمه الله فقال في كتاب اسم القول المسدد في الذب عن المسند ليس فيه حديث موضوع مسند ابن أحمد أكثر من 28 ألف حديث ليس فيه حديث موضوع أما البخاري فليس فيه حديث حسن أصلا كله صحيح كله صحيح بالإسناد إسناده كله أوتاد فهنا معنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام يدل على خطورة الكلمة وكثير من أهل العلم تكلموا في الكلمة وتكلموا عن اللسان وخطورته ومن هذا الحديث العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يعني لا يهتم بها فقد تكون كلمة طيبة يرضى الله عز وجل بها عن صاحبها فيرفع الله عز وجل بها درجات وقد يكون العكس يتكلموا بكلمة كما سنبين الآن إن شاء الله لا يهتم بها فيقع بها في جهنم سبعين خريفة كلمة واحدة فيقيمة الكلام عندنا في الإسلام كبيرة كبيرة ديننا أصله كلام قال تعالى في سورة براءة وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ استجاركَ فَأَجِرْهُ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ إلى أصل كلام الله الأصل كلام الله عز وجل هو الذي نشر هذا الخير كله ديننا كلام أول كلام وأخر كلام قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة كلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة كلمة فأصل ديننا كلام فلا نستهتر بالكلمة كلمة لها أصل هي التي حركت الدنيا كلها لا إله إلا الله هي التي حركت الدنيا كلها كلام الله عز وجل هو الذي أنار الأرض كلها وهو الذي حافظ الإسلام وحافظ دين الإسلام وسيحفظ دين الإسلام بكلام الله عز وجل بالرغم من تحريف المحرفين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين لهم أهل الحديث يحمل هذا العلم له علم الحديث من كل خلف عدوله وهذه تزكية الله الحديث الذين يتلفظون بالأحديث الصحيحة ويعملون بها وانشرونها بين الناس من غير تحريف ولا تأويل ولا استهطار ولا ليل الأعناق الكلام يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين والحمد لله ما زال هذا الكلام نبوءة لنبينا عليه الصلاة والسلام ما زال أهل الحديث هم الذين ما زالوا يحفظون بفضل الله عز وجل هذا الدين حتى لو أن هناك ناس من غير المحدثين أهل صلاح وخير أيضا يحفظون الدين بالأحديث التي تعلمونها من أحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا لا نبع صامعه كده لا لا الحمد لله ما زال الخير موجود بالرغم من الهجمات الشرسة على السنة لكن الله أكبر ما زالت متماسكة وستزال متماسكة بفضل الله عز وجل إلى اليوم المعلوم ما زال والحمد لله أكبر من ذلك الله أكبر والله آية من آيات الله عز وجل حفظ الله كتابه مع أن هناك يعني بعض الناس يقول مثلا السنة فيها تطرف السنة فيها تشدد السنة فيها تعنت السنة علمت الناس تشدد أقول له في القرآن في أشد من السنة لكن لا يستطيع أحد أن يحرفه الله أكبر والله آية تزيدون إيمانا ساعة بعد ساعة يعني مثلا عندنا حديث في السنة بضرب مثل يعني أنا لا ألوحه على أحد أو أغمز في حد لا 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 معاذ الله أنا بس بضرب مثل حفاظا على هذا التراث العظيم عندنا في حديث الصحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة لما بلغه أنهم ولوا امرأة بنت كسرة أما قتل كسرة قتله ابنه طبعا كسرة كان عايز زي ما قلت في الحلقة الماضية أنه كان يريده أنه أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يريده أن والعزو بالله أستغفر الله أن يأخذه عنده يعني اللي تأدب من بعض الملوك وجرأ وكفر يعني بقولها تولي للرجل اللي قال أنه هو نبي ده فراحوا فعلا الاتنين دخلوا على النبي عليه الصلام بعد استئزانه وبعد أن أخذهم الصحابة ودخلوهم عليه فقالوا ده كسرة بيقول يعني أنت لو جيت له من غير إكراه هيكرمك ويعظمك ويرجعك ولو امتنعت أن تذهب إليه سيأتي ويخرب بلادك إليه تأدب مجرأة إنسان ما يكون قلبه مظلم يتجرأ ما يعرفش بيكلم مين شب أن نبع صلى الله والله يزيدون إيمانا به وحبا له بكل هدوء من غير عصبية ولا تشنج ولا تهديدات ولا آم ولا أعد هو الخمس كلمات ليهم قال إن ربي قد قتل ربكما الليلة إيه رأيك الكلام ده إن ربي قد قتل حاجة كبيرة قوي حاجة كبيرة قوي ما فيش وسائلة الصلاة ما فيش ما فيش محمول ما فيش نت ما فيش أي شيء غير الرسالات اللي بتذهب بتسافر مسيرة شهر وكل هدوء قال إن ربي ربي اللي فوق إن ربي قد قتل ربكما الليلة لأنهما سموا ربه أما قال لهم ويلكم أما من أمركم بهذا مين اللي قالك أنت هو إحلى أدانك قالوا ربنا يعني كسرة قال أما ربي أنا فقد أمرني بإعفاء لحياتي وقص الشريف ثم قال إن ربي قد قتل ربكما الليلة ليلة التلات منكم مدى الآخرة فشوف الكلام كبير كلام كبير كلام ما تحركش النبع الصلاة ما تحركش ما قالش مثلا يخدوهم ويتلوهم ويحبسوهم واضربوهم وانهقهم وجهزوا جيش لا 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 الله أكبر أكبر يا الله أكبر الله إيه رسينا بحب وتمعه إيه رسينا بحب مش بفلسفة عشان نشوف إيه الغلاصات اللي فيها عشان أنقضها لا لا إيه رأي بحب إشرح صدرك فمن يرد الله أي أهدية يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجة كأنما الصعدوا في السماء كذلك يجعل الله رلسة على الذين لا يؤمنون إيه رسينا بحب بعلم بفتح صدرك تزداد إيمان وتحب النبي عصر الله سلام ما تحبوش كلام مش احنا بنحب النبي احنا بنحب النبي وأول ما تقوله النبي قال ما يسمعكش بخليش تكمل الحديث حدث والسلام كل ما تقوله النبي قال النبي قال يا أخ يقول لك يوه يا عم الحاجات دي عد عليها ألف ورعمائة سنة أهو فين بقى الحب نحب كلام يقول لك الله عليه الصلاة والسلام نحب النبي على السلام ولكن سنته مش مناسبة لزماننا هادي بقى كلام الغلط هادي كلام الغلط اللي احنا بنخليها لازم نتكلم في المواضيع دي ونعيد ونزيد الكلام فيها لنثبتها وأنه بقى براءة أمام الله ها نبقى براءة أمام الله للآخر إن شاء الله عشان في ناس الحمد لله بتفهم غلط وناس الحمد لله بتفهم صح وبتهتادي بهذا الكلام لا تزع صلح لكل زمان ومكان ما كانش نبع الصلاة ما كانش متكلم عن هوا ولا هو بيألف لعصره لا 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 الذي أرسله ربه وما كان ينطق عن هواه قال الله عز وجل والنجم إذا هوا ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوا ربما تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف ماذا سيحدث في زمننا يعني ما يعرفش يحصل إيه كان ممكن يغير السنة زي ما بتقول بعض الناس طيب ربنا الذي خلق الكون ويعلم كل شيء ويعلم أوله وآخره وهو اللي بيلأنه وما ينطق عن الهوا إنه هو إلا وح ينيوح ببيحدث عن الهوا بيرش عن هواية لا 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 مع إن هواه حق لكن لا ينطق عن الهوا فربنا يعلم إنه يجي أيام بعد كده زمان أزمنا مختلفة زلحنا فيها ومع ذلك الكتاب والسنة صالحون لهذا الزمان والذي بعده إلى يوم القيام ولو كان لا يصلح ربنا قنقله قلهم عيجي زمان بعد كده لا تصلح فيه سنتي فأنتم أعلموا بشؤون دنياكم كما قالوا في حديث النخل أنتم أعلموا بأمور دنياكم كان ممكن يقول كده أنتم أعلموا بأمور دنياكم في آخر الزمان لا 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 ده قال الحديث العرباري بن سريف في ترميزي حسن صيح قال وعذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بالسمع والطاع وإن تؤمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا زي اللي حصل الآن طب نعمل يا سيدنا قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجز وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وفي رؤى فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحصل اختلاف كثير زي ما حصل له طب نعمل إيه ساعتها نسيب الحاجات اللي انتهنا دي ونشوف إحنا نعرف نتصرف حاجة تناسب زماننا وتناسب تقدمنا تقدمنا التكنولوجي والحضاري وما وصل إليه الناس من صعود القمر واللعب بالزرة والبروتون والمترول والكلام ده لا 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 السناتي برضو دي اللي خلينا نحن نسكين به سناتي أيضا وما لقناش لم نجد أحدا نبتعد عنها واستراح كنت قلنا صح احنا فهمين غلط كل اللي بيع التعب وكل اللي قرب استريح هو أدرة هو أعلم هو أحكم نسمع فقال الكلام 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 قيمته كبيرة فما قال له إن ربي قد قتل أربكم الليلة طبعا الرجل الرجل الزهل الزهل والاتنين وطلعوهم الصحابة بر خلاص ونصطلقوا يا الله سفر راحوا اليمن عند عامل كسرة على اليمن إيه اللي حصل قال لهم ده حاجة نكلم كلام كبير وقال كلام كتئيل أو كلام بيقول له ربنا وربه قتل قتل كسرة الليلة إزاي إيه كلام ده لسه قاعدين يتكلموا في كلام ده ده واحد مسافر من عند كسرة قال كسرة قتل قتله ابنه هلك كلهم قال ورحوا رجعوا للنبي عز وعلى المدينة منورة وأسلامه وتركوا كسرة نبوءات نبوءات بعد طريق بتثبت أهل الخير قال الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك فطبعا أما قتلوا أما قتلوا ابنه أما قتلوا ابنه هو قتل ابنه قبل ما يموت كان زاكي كسرة وضع سم في برطمان صغير وقال عليه وقال كثب عليه أن هذا يقوي الباه فابنه شرب منه فمات لأن كان حس أن ابنه مش كويس ممكن يقتله فعلا كانوا كفار طبعا وكان ما فيش حاجة اسمها بر والدين ولا ولا شيء من الكلام ده ولا تربية على الإسلام وكده ما فيش حاجة اسمها احترام الأب ولا احترام الكبير وكده فجرق الوضع على أبي وأبو كان حسس بي فعملوا اللعبة دي فعلا قتل ما كانش عندهم وكان هو أن يخرج الملك من بيته فولوا البنت ما فيش غير البنت فقاله ليا كلام ده وصل بقى لسيادنا رسول اللهagement قالوا يا رسول الله ولوا يا رسول الله ولوا ابنتك إسرى فقال الكلمة المشورة بحليس البخاري لا يفلحوا قوم ولوا أمرهم امراء أنا عارف هناك ناس تقول لي ما تقولش الكلام دا ده النبي صلى الله عليه edible ما زعلش هدي نفسك تقول لي إخي ما تقولش الكلام دا يا أخي النبي صلى الله عليه tangent الآن مش عاكمة خلاص بس يعني ارفق بنفسك تقول لي ارفق نفس يعني ارفق نفس يعني الكلام ده هتحسب عليه الغضب عندما تواجه حديث النبي عليه الصلاة والسلام هتحسب عليه انت بتغضبش علي انت بتغضب على حاجة نزلة من السماء فإيه ده شوية تقول ليه اللي بتقوله ده بشانا اللي بقوله زي ما بيه بتروحي واحد مثلا بتاع قوانين او بتاع شرطة بتاع مرور بتاع قضاء بيقول لك يا استاذ المادة كذا لسنة كذا بتقول كذا انا مليش دعوة احنا برضو الحديث الفلاني في صريح البخاري بيقول كذا مليش دعوة تقول لي بيقولت لي بيقول انا عبد المأمور احنا هنا طاعة للرسول ليش دعوة احنا بنقول لك وبراحتك بس يهدى بنفسك عشان الكلام بكل الغضب ده هتحسب عليه التنطيط ده هتحسب عليه والشعواذة ويعود يكتب ويشتم ويعمل اهدى اهدى ده وصلت انه ممكن واحد من اهل العلم يقول لك هذه هي الافكار المتشددة برضو يا مولانا كلام كبير ايه ده يا مولانا تقول لي انا مولتش حاجة يقول افكار متشددة انت بتتكلم عن السنة اصلا انت بتسمي السنة الافكار المتشددة كل ما ينطق بالسنة بتسميها الافكار المتشددة انت بتتكلمش عليا ما بتقولش عبد الله متشدد انت بتقول المتشدش انا جبت حديث النبع الصلاة فما عاجبكش الحديث فمكسوف تقول الحديث وحش فبتقول دي افكار متشددة لكن كل اللي بيسمعك بيعرف ان انت اصدق على السنة مش عاجبك كل ما تسمع حديث تقيل ما اصلك يبقى يروح فيه موجود اصلك موجود انو تديه فيه ثابت ثابت وقران اشد يعني النبي عصام يقول لا يفلح قوم ولا وامرهم امرأ ييجي واحد يكون جريء شوية على السنة وشايف المجال قدامه مفتوح وبيقول ايه ده الحديث في البخاري مش فيه عن البخاري هو البخاري معصوم ويبدأ ايه يتكلم حاجة اكبر منه ويتطاول طب ايه رأيك بقى في القرآن ويقول لك ما داشت تكلم في القرآن طب ايه رأيك بقى من القرآن الكريم يقول في صورة الاحزاب وقرنا في بيوتكن انا مش بتكلم على ان اقول المرأة تقعد ولا تطلع انا مدرب لك امثلة عشان تخلي بالك من الكلمة بنغضب ونتنطط والاخر والكلام ده خطير بتتكلم على مين انت بتتكلم على مين بتتكلم في ايه خلي بالك يا مولانا بتكلم في ايه بتاعد تقول الفاظ كنتي خطيرة الفاظ خطيرة افكار متشددة افكار متعنتة ده تزمد احنا مش عايزين المتطرفين يتكلموا ده بيقول سن بيقول حاجات صحيحة يبقى انت مش عايزه هو يتكلم مش عايز السنة تظهر تقول لي ها يا اخي اقول ربنا بقى كده اما تقابله جاهز نفسك جاهز اجابة انت مش عايزه يتكلم ليه عشان بقول حق وانت عايز تمحي ده فمكسوف تقول ان القرآن لا while sunna لا بتقول ده افكار متشددة افكار متطرفة افكار متزمدة افكار متعنتة افكار متخلفة افكار رجعية كل ده اصدك على السنة والله العظيم بحلف لك بالله في هذا الموقف المبارك انت اصدك على السنة لان لو بتتكلم من غير بعيد عنها مش هتقول عن المتطرف بتقول راجل معتدل اول ما بيبعد عن السنة بتقول درا جل معتدل درا جل وسطي لان خلي بالنا بالكلام ده يا اخوانا لها كلام كبير يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور انت بتظهر للناس ان انت مش عاجبك الشخص الفلاني ابو لحيا مثلا كسيفة ابو قاميس قصير اللي بيقولي الاحاديث دي ايه اللي هو في الحقوق اللي هو مرأة يعني ايه اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم خالها الحدود كفارة يعني اللي يزني او يقتل لازم الحد يقام عليه اللي يزني او يسرق لازم الحد يتقام عليه وإلا يبقى في المشيئة مش عاجبك يبقى مش عاجبك الكتاب والسن انت بتهجب على الشخص لكن انت مش عاجبك كتاب والسن تقول تابو بعدين وبعدين في حساب كلمة دي تحسب عليها حساب دقيق والله حساب دقيق حساب شديد والله سريع الحساب حساب دقيق ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد عشان كده سيدنا صلى الله عليه وسلم قال في حديث ترمزي حديث حسن من صمت ناجا اسكت حسن مش عجبك اسكت لكن طايح طايح كلام في الفضائيات وفي الأرض وفي الإعلام وفي الجرائد وأقلام وهات ويجي واحد برضو يكون طالب علم يخضع بالكلام ده ويطلع يخطب بجمعة ويتكلم خطير خطير دي اسمها هجوم على السنة بطريقة غير مباشرة قال لأ أخدوهم مش عجبك كلهم بقول حديث سيدنا يقول لأ أفكار لا مش مناسبة لنا احنا لدينا إسلام وسطي يعني إيه إسلام وسطي يعني إسلام جي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيه ولا غيره يعني إسلام الوسطي مين اللي يجي بيه إحنا عندنا الإسلام الأصلي ده اللي يجي بيه سيدنا رسول الله هو اللي ربنا أرسله إلينا به طب والوسطي ده هو جي بيه النبي على السلام ولا غيره إذا كان بيجي النبي صلى الله عليه وسلم وإحنا متفقون لازم ناخذ منه إذا كان غيره ما ينفحش ما ينفحش قال صلى الله عليه وسلم والذي نفس بيده لا يسمع بيه أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بما جئت به إلا دخل النار لازم نمش وراء قال صلى الله عليه وسلم فيما نراه ترمزي أنا أوأنا أول الناس خروجا إذا أبعثوا وأنا خطيبهم إذا وفدوا وأنا مبشرهم إذا أيسوا لواء الحمد يومئذ بيدي آدم فمن دونه تحت لوائي وأنا أكرم الناس على ربي يوم القيامة ولا فخر ما فيش طريق غير طريق شانا أجيب لك من الآية يا أخي والله ما في طريق غير طريق فتخلي بالك من الكلام كلنا بنهجم دلوقتي حتى طلبة العلم عايز بيه ماشي في الطريق وقال لك عايزين إسلام ووسطي مش عايزين إسلام إيه الإسلام ووسطي ولا نعلمني عشان نمشي معك في الوسطي ده جي من عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا جي من عند حد بعدي نازم نفع تقول لي هو اللي جاب بيه النبي أخلاص بي احنا متفقون هاتلي أحاديس وإحنا نمشي وراه وفاصل ونواصل إن شاء الله وصلى الله وسلم عن أمنا محمد وقال وصحبه والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينا وبعض فبتقول لي وسطي وانتشرت الأيام دي عايزين إسلام معتادل عايزين إحنا ناخد الإسلام المعتادل إسلام الوسطي إسلام ده لازم نعرف معلش إحنا طالبة علم أصلك إحنا مش بالرأي لا الحمد لله ربنا حفظنا كتابة وسنة نبي صلى الله عليه وسلم كثيرا منها وفهمنا فيها فعايزين نشوف كلامنا عشان نبدأ نساعد نقول يا أخواننا إحنا كنا غلطانين عايز فيه إسلام وسطي كنا غفلانين عنه بس مين اللي جاء بيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مين ولا عملنا لجنة نعمل له الوسطي لا لا لجنة إحنا أسفين لا والله ما نمشي وراه لنمشي هتوصل للطريق إحنا عزين نمشي وراه هو محدش هيدخل الجنة الله وراه قال صلى الله عليه وسلم في مراوها أحمد أنا أول من تنشق الأرض عن جمجمتي فيطرق باب الجنة فيفتح الله عز وجل فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر أول واحد يطرق باب الجنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفتح ربنا عز وجل ويدخله ويدخل بعد كده بعدين الناس لن يستطيع أحد أن يدخل الجنة ولا يضرق طريقها إلا وراء رسول الله عشان يستريح فإذا كان الإسلام ده الجديد جاي من عند سيدنا وكنا غفلانين عنه موجود في بطول الكتب وإحنا ما تعلمنا طبعا ممكن ممكن إحنا ما تعلمناش كل العلم إحنا أخذين كشوره آه والله وشوره كلنا احنا بنسد فراغ شعب بن الحجاج بيقول أحفظ ألف ألف حديث مئة ألف حديث كما يحفظوا أحدكم كله الله أحد وإسحق بن راهوي قال أحفظوا مئة ألف حديث كما يحفظوا أحدكم كله الله أحد وقال شعب بن الحجاج ما كتبت بيضاء في سوداء وما سمعت شاء فنسيته وإن كنت أسد أذني من الخنة مخافة أحفظها لو سمع هزار يحفظه فبيسد وإذنه من الهزار لإن بيقرأ يحفظ على طول احنا بنلع بنسد ممكن يكون أحاديث هناك موجودة ما وصلت لناش اللي وصلته جبهان احنا بيقول لازم نسيب اللحية زي ما سابها سيدنا نصر الله السلام كانت لحية النبي صلى الله عليه وسلم لا أصادرة إذا كان في حديث بعد كده فبطوله الكوتو بيقول لا 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 كان آخر الأمر من عمر النبي عليه السلام إنه أمر بحلقها أو تخفيفها أو يخليها ملي اتنين ملي كلام من ده يجيب لنا نمشي بالطريق الجديد نشوف الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والمحكم والمتشابه والخص والعام ونشوف أما تقول لي أنا أعدت وشفت بعقلي لا 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 ما عندناش لا 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 معلش لا 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 أسفين يا مولان أسفين يا مولان نمشيش وراك في دي أسفين يا مولان الحق حبيب إلينا الشيخ حبيب إلينا ولكن الحق أحب إلينا من شيخينا وخلي بالك كل المحاولات التي تحاول إخفاء السنة أو إبعاد الناس عنها ستبقوا بالفشل لأن ربنا عز وجل ناصر دينه ناصر دينه وقال الله تعالى ويأبى الله اللي يتم نوره ولو كره الكافرون أما بقرأ في الأيام المجموعة في الخمسينات والأربعينات واللي كانت هنا عندنا في مصر وكانت بتحاول تجامد لقيت سبحان الله كان فيها جهابازة جهابازة في إبعاد الناس عن السنة طه حسين وكل المجموعة دي والآخر الله أكبر ظهرت أكتر من الأول بألف مر سبحان الله بازل وجه دي جامد نجيب محفوظ وطا حسين والشلة دي كلها وبعد كلمة عز وجل الله أكبر الله أكبر فبس عشان ما نتعبش نفسنا ده غير الحساب غير الحساب فبقول لي برضو إخواننا المعاصرين مالوش لازم ارفق بنفسك مش بنا نحن الحمد لله نعتصم بالله عز وجل ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم لكن احنا ارفق بنفسك لأن فيه مواقف جاملة تسيل على كل صغيرة وكبيرة سيل جامل حساب شديد حساب شديد ده الأكابر تحسبه والله والله ابن القيم ذاكر في كتاب الروح معنى الكلام أن العباسة ابن عبد المطلب كان يحب عمر حبا جما رضي الله عنهما فلما استشهد عمر عمر حزن عليه بشدة ومكس عاما كاملا لا يراه يعني في المنام فرآه بعد عام كامل في المنام اللهم صلى على رسول الله يجفف عرقة ويقول للعباس الآن انتهيت وإن كاد عرشي لا يهد لو لا أن لقيت رؤوفا رحيما عمر عمر بيقول للعباس أنا لسه مخلص الحساب يا عباس بعد سنة ويجفف عرقة مخلص الحساب بعد سنة عمر يا من يرى عمر تكسوه بردته والزيت قدم له والكوخ مأواه يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفه وملوك الروم تخشاه عمر عمر اللي كان يطلع على المنبر وهو وشه للمنبر يلقوا رؤعتين في ظهره رؤعتين في الجلبية بتاعته القميص بتاعه ويطلع عمر على المنبر ويقعد فيقوم ابن عباس رضي الله عن الجميع ويشد الجلبية القميص لتحت يقول له بتعمل يقول له عشان يستر ركبك يا أمير المؤمنين فيضحك عمر ويقول له يا ابني زا انت سترت ركب كدفة يتعرى عمر يابس جلبية ما رأى على المنبر ويتحاسي بسانة ليت أمي لم تلدني ليتها كانت عقيمة كان يقول كده فخلي بالك أرفق بنفسك يا مولانا يا أستاذ أرفق بنفسك يا مفكر أرفق بنفسك بس ملاش الشغلش تقيل ده تقيل نبتصعب علي احنا مش مشكلة احنا الحمد لله برضو ايه سبحان الله صوتنا ضعيف تكن بيوصل الله أكبر الله أكبر الله أكبر والله صوتنا ضعيف تكن بيوصل وبيعمل وقع وصوتك قوي وتبص لي يا سؤال بقولي شو بيقولي ايه الناس دي بقولي واحد منهم اعترب بكده قال لي الدكتور على الجمعة قال لي اتكلم براحتك بس ما حاش يسمعلك فعلا كلام صح قال له اتكلم براحتك ويكتب براحتك بس ما حاش يسمعلك الناس بس يقتنع وفعلا مهما يخبط ما حاش يقتنع حتى الناس العوام اللي بيقعدوا على قهوة يقولي شو بيقولي ايه ليه طب ليه كده لأن الحق ليه نور الحق قبلك والباطل ولجلك قال عز وجل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون خلي بالكم الكلمة لاني طالعين في كلام يعملين الكلم لا 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 اهدى 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 تبتحرك بايه تا جبال جبال يا مولانا الكتاب والسنة دي حاجة جامدة حاجة جامدة جدا 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 قال تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرة ونذيرة قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون قال تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون مش عجبك برحتك بس بلاش يجب من جامعة ده ارفق بنافسك لأنه يتعدى على مرحلة الحساب كلمة خطيرة كلمة تقول إيه كل ما تجيلك حديث لا لا دعنا من الفكر المتطرف دعنا من الفكر المتشد أنت أوذك على السن لأن ما حاجب يألف إحنا نألف لو بنألف كنت سكتلنا كنش حدث كتلنا تقول بجيب كلام ده من إيه لك عارفين جايبينه من إيه وكل كلامنا بنراجع روى البخاري روى أحمد روى مسلم روى التلمزي روى النسائي روى ابن ماجه روى بلزار روى أبو يعلى روى التبراني روى سعيد بن منصور كل مراجع موجودة وسبتة واللي عندي عندك والمراجع اللي هنا هي الموجودة الموجودة في المدينة المنورة وفي مكة المقرمة هي الموجودة في الأعزر هي الموجودة في لندن وموجودة في نيويورك وموجودة في في اسطنبول هي المراجع سبحان الله حفظها الله عز وجل سبحان الله آية برضو مش تخلي بالك حد استطاع أحد أن ينزل كتابا لصحيح البخاري مثلا اللي فيه حديث لا يفلح قوم ولا وامره مرأة أنا بضرب مثل عايزي أقعد المرأة في البيت أنا باتكلم على حاجة بضرب لك مثل حاجة من اللي مش عاجبك حاجة زي دي طبعا ما حاجش بيستحبل يسمح لا يفلح قوم ولا وامره أربع كلمات خمس كلمات بضرب لك مثل طب نروح فيه هنعمل ايه؟ قولي هنعمل ايه؟ تقولي ما تقولش الحديث ده ماشي ما قولوش ممكن ما قولوش أجله وهتقال لكن تقدر تغلغيه؟ تقدر تقول هذا الكلام كلام باطل؟ تقدرش؟ ما تقدرش؟ تقولي ما البلاد الأوروبية بنصبها مساء زي والمشى الأمور مشى الأمور بالرجال اللي معاها كلها بحوالها هي بس رمز لازم كده سبحان الله طب ما بيقولتو عما تقولي أنت عاملة تقولي المرأة المرأة طب ليه ما مسكتش امرأة في تاريخ أمريكا كلها امرأة مسكت رئيس البلد ماشي تخلي بالك من الكلام ده؟ لين نعرفه؟ الناس نفسها اللي هم غير اللي بدور عليهم مفكرون وتقدموا في مرضيوش والحد عندنا في مصر من رغم الكلام ده كله المرأة ما تنزلش الانتخابات وتنجح إلا زي نزلت في قيمة بالعافية بالعافية لازم تنزل لكن لو سباها حرية لحش أغديه سبحان الله فطرة تقولي يعني أنت بتقلم ما بقليش بشأنها هي كده فطرة أنا عن نفسك يا رجل شيخ ما ينفعش أمسك رئيس عيب؟ مش عيب مش عيب سبحان الله كل واحد دي حاجة كل واحد دي حاجة مش عيب فما أقول المرأة ما ينفعش رئيس؟ مش عيب أنا كشيخ ما ينفعش رئيس لا إله إلا الله كان الكثير من العلماء يقول كده أنا ما ينفعش أنا ما نفعش أنا ما نفعش أنا أنفع في حاجة معينة النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ميسر لما خلق له حتى الصحابة رضو الله عليهم في حديث صحيح في الترمزي أن عندهم أقسام في المواهب قال النبي صلى الله عليه وسلم زكر ثمانية قال أرأف أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر وأعظمهم حياء عثمان وأخضاهم علي وأفرادهم أبي وأفرادهم زير بن سابت وأقرأهم أبي وأعلمهم بالحلال والحرام معاز ألا وإن لكل أمة أمينا ألا وإن أمين هذه الأمة أبو عبيد بن الجراح زكر ثمانية كل واحد عنده مش عند التاني لم تجتمع المواهب كلها إلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فمش عيبا ما نقول المرأة ما ينفعش نوليها أمرنا ده بضرب لك مسأل على أسد كتير بقى من الأحديث مش عاجبانة نبدأ نتكلم كلام خطير ونقول كلام خطير وكده ونجاهز له ونعمل هجمات شارسة على كتاب والسنة زي أما أحد ينطح في شجرة أو نخلة يقول لها أنا عن طحك وروح تضارب دماغه جامد يروح يلاقي دماغه تفتحت وهي سبتة تنطح في كتاب والسلة لا خلي بيخد نصحتي لا 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 أمر خطير والله لا كفاية كفاية على أل لا تنصرها لكن لا تحاربها خد نصحتي لا تنصرها إذا كنت مش عاجبك إذا كنت لا تريدها لا تنصرها لا تنصرها لكن لا تحاربها لا تحاربها بطريقة كده والناس بقى التحارب معاك ونقعد نجمع ونقول لا 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 خد نصحتي الأمر خطير والله والله الأمر خطير والله الأمر خطير 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 في حديث صحيح في السلسلة الصحيحة أن رجلا دفن في قبره فحكم عليه في قبره بمئة جلدة يعني إذا في القبر في حسابه وعلمان قالوا كده الإمام الطحاوي الشيخ أبو العز الحنفي في شرح العقلة الطحوية قال أن فيه جزء من الحساب في القبر وجزء من الحساب في الدنيا في بعض الناس يحاسبوا في الدنيا فإذا دخل القبر لقى جنة يبقى خلص زي الحديث لا يزالوا البلاء بالعبد المؤمن حتى يمشى الارض ولا يسعليه خطيئة ونسأل الله العفو والعافية والمعافية وفيه واحد بيحاسب في الدنيا وياخد جزء من القبر وبعد ما يطلع من القبر يلاقي الحكاية خلاص يدخل في الجنة إن شاء الله حسابه عمله على قد كده وفيه واحد بيحاسب في الدنيا والقبر والآخرة نسأل الله العفو والسلام فده بيحاسب في قبره بقاله بقالي شوية حاجات بيحاسب عليها فحكم عليه في قبره بمائة جلدة فأخذ يستغيث ويدعو الله عز وجل يا رب ارحمني يا رب ارحمني يا رب خفف علي يا رب اغسني يا رب اغفر لي لحد ما باقي الجلدة واحدة إذن برضو فيه في القبر دعاء في حديث في البخاري يقول النبي على السلام مررت على موسى عليه السلام في قبري ويصلي ففي القبر حساب ودعاء فقال فما زال يدعو حتى أصبحت جلدة واحدة فقلدوها فقلدها فاشتعل عليه القبر نارا فقال لما سري عنه للملائكة لما جلدتموني جلدوني ليه قالوا انك صليت صلاة بغير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصره أعمال بسيطة صلى صلى ما توضاش أو اتنقد وضوءه وكسل يروح يتوضى تاني إذا ما بيحصى كلا ساعتهم الجمعة بيبص يلاقي زحام يقول له ويقعد محتبي والمحتبي غالبا إذا نعس ينتقد وضوءه غير الإيه المتمكن من الأرض فانتقد وضوءه وكسل بص لقى المسجد زحامال لسه هقوم راح مصلي كده ومر على واحد مظلوم يقدر ينصره ما ننصروش شوف واتحاسب إزاي أمر كبير أمر كبير وحنوش حاسين برضو كنت الكرار المسلم اللي قولنا الأمر كبير الأمر خطير فنخلي بقى لنا من الكلمة مش كل حاجة كلام 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 وإيه ده وإيه بتكلم مين بس ما ساعته بواحد يتكلم حاجة بقوله دونول بتكلم على ايه بتكلم مين بتكلم على حاجات حاجات مثلا قالها الرئيس بتكلم حاجات قالها الله قالها سيدنا رسول الله بتكلمش تخلي بالك بتكلم مين بتكلم على ايه بتقول לי أتعمل ايه اسكت منصمة نجا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يتكلموا بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات وإن العابد لا يتكلم بالكلمة من صخة الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم لأنه ممكن أن تغطبطوا إيه اللي بيقول لي إسلام ومش انتبه خط أحمر انتبه اهدى اهدى يا أستاذ اهدى عندك الأمور كتيرة على بات ما ربنا يفتح اتكلم في أي حاجة تاني اتكلم في الاقتصاد اتكلم في السياسة اتكلم في الطيرات اتكلم في أي حاجة اتكلم في البترول اتكلم في الإسكان اتكلم في التموين بس أوعى الشرع لكن نصوكم بيكلم في الشرع أكثر من نص وما في عرأي واحد منهم بصراحة جزاء الله خيرا قال يعني الفاشي اللي هو اللي يتكلم في الشرع ويغمس فيه لأنه ما عندهش مجال يتكلم فيه فبيطر يغمس في دين ربنا عشانه بقى ليه ضجة لا 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 ضجة خطيرة أولها ضجة وآخرها نار لا هي تعمل ضجة أه هتفرح أنت بالضجة دي الناس يقول فلان قال ويبقى ليك اسم وبعد كده نص الله رعا فيه نص مليش مجال غير ده مجالات كتيرة كلم اكتب في الناس اللي البلد محتاجة خطت عشان نصلح الاقتصاد خطت عشان الجنيه بتاعنا اللي بينزل ده ازاي يغلى يبقى زي الريال وبعد كده زي الدينار وبعد كده زي الدولار وبعد كده زي الدينار ازاي خطت هو بقى شغل بقى انفع بلدك انفع ناسك خطت ازاي الزحم الموجود ده ازاي البطالة دي نحلها ان شاء الله ازاي ازاي الشباب ده ده شوف له شغلة لو الشباب بدأت شغل كل واحد شوف له شغلة مش شباب يرهاب طب هات كده اي اي اتحداك لو تجيب شاب وتشغله وتدينه مرتب تلات اربع تلاف جنيه وسكينه شقة حلوة واتجوزه اتحداك لو طلع من بيته اه لو طلع من بيته اتحداك اطلعش من بيته ما اطلعش من بيته من شغله لبيته لمسجده لكن دايما غالب اللي بيفكر مش لاقي دعباء فبقولك استريح اروح الجنة احنا شباب كنوا شباب وعارفين انسان اقول ببيت استريح بقول لنا عبد انا اروح الجنة من المسجد يا عم الله اكبر اروح اصلي في المسجد ولو مدت في المسجد اروح الجنة اسمع دروس العلم اروح الجنة النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام من صلى البردين دخل الجنة مستريح متزوج وسكن سكن كويس ومرتب حلو وعيال ووديو من المدرسة وبعد كده ربنا اكرمه جاب سيارة يقولك انا اروح الجنة صلي البردين وارخل الجنة من صلى البردين يخل الجنة لكن انا لا لا فيش يقولك لا لغدوة في سبيل الله او روح خيره من الدنيا وما فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال ان للشهيد عند الله ست خصال يغفر له في اول جفعة من دمه ويجار من عذاب القبر ويأمل انفزع الاكبر ويحلى حلة الايمان ويلبس تراج الوقار ويزوج سنتين وسبعين من الحر العين ويشفع في سبعين من اهل بيته بيبدأ يشوف احاديث تاني عشان يستريح لكن فكر بقى هنا يا استاذ فكر بقى عشان أعلم الحكاية دي لو الناس دي كلها استريحة الامور بتهدأ مستريح شوف كده اعمل احصائية ودي واضحة كل اللي مستريح غالبا او 90% 95 كله كانن من شغل البيته من شغل البيته المسجده من شغل البيته المسجده تعبان مفيش بيبدأ الاول يقعد على القهوة وبعد كده يقعد على الرصيف وبعد كده يبدأ عايز لإما لو هو مش مؤدب يبدأ عايز يخطف عايز يلطش عايز يقطع على الطريق عايز يسطو عايز بتاع ما يعرف انه يقولك مفيش امل عمري معركة بالعربية زي الناس دي عمري ما عايزكم ساكن زي اللي ساكن في فيلا ده عمري ما عايزكم ساكن زي اللي ساكن في شقة حلوة فبيبقى فاق زي بيسموشة فاق لكن وبيبدأ يفكر في حاجات تاني بقى انا سافر برة استريح انا زهقت من بلدي انا مش لكن مستريح ففكر بقى ازاي نلم الناس دي ازاي نلم الناس دي ازاي نوزع سرواتنا على الناس دي ازاي تقول لي مفيش لا مفيش مني انا اللي غلطان انا اللي انا اللي مش عارف اوزع لكن فيه والله لا والله الخير كتير ربنا عز وجل ما يخلقش حد المخلق له نزقه زي ما كان بيقول شيخنا الله يرحمه الشيخ شعراو ربنا صفحة الله بينزل ارزاقه وبيتكفي الناس كلها بس يدي واحد كتير عشان يوزع اللي حواليه ويدي واحد اليه يختبره يختبر الغني بالفقير والفقير بالغني وانا بلوكم بالشر والخير فتنة اللي بيوزع ربنا بيزيده لانه بقوله انت بتوزع اللي بيمسك يقلله لانه بياخد لوحده لازم نفق هنا بقى الفكرة بقى هنا الفكرة بش افكر في الخير عشان ابطله وضيعه لا الهل الله لا 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 معلش ربما اكون مخطئ او مصيب الموم اخد كلامي موضع اعتبار وبرحتك انا مش مسيطر ولا حفيز احنا بناخد بقول بقول الله عز وجل ما على الرسول الا البلاغة تقوله انت رسول باخد بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان العلماء ورثتوا الانبياء وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر بناخد بقول الله عز وجل فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمصيطر لكن والله ما زلت اقول وعقول الامر خطير الامر خطير الامر خطير الامر خطير الامر خطير الامر خطير القبور مملوئة ظلمة عليها قال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه القبور مملوئة ظلمة على اهلها وان الله منورها لهم بصلاة عليهم فالامر خطير الامر خطير الأمر خطير قال النبي عليه الصلاة والسلام صدقة السر تطفئ حرى القبور إذا القبور حرى والقبور مظلمة فلنجب نستعد لازم نستعد لازم نستعد ونخف الكلام ونخلي بنا من الكلمة ونحترم دين الله عز وجل ونتواصل بالحق نتواصل بالصبر ونقول ونعلم وننصح لعل الله عز وجل لعل الله عز وجل أن يجعل لنا من كل أمر فرض ومخرجا وأن يتقبلنا وأن يجعلنا من أهل الجنة في الآخرة ومن أهل العافية في الدنيا نسأل ذلك سبحانه وصلى الله وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل وصلم وبرك على نبينا المصطفى محمد اللهم صل وصلم وبرك على رحمة المهداة والنعمة المزداة نبينا محمد بن عبد الله النبي المصطفى والرسول المجتبى والحبيب المرتضى وعلى آله وصحبه مصابيح الهدى وبدول الدجا والتابعين وتابعيهم بإحسان اليوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقول هذا القول وأستغفر الله لكم الله أكبر ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والسلام عليكم ورحمة الله